إذا كنت تريد هاتفا من سامسونج ولا تستطيع شراء سلسلة الـ S وفي نفس الوقت تريد ما هو أفضل من سلسلة J فربما هاتف A6 مناسب لك خاصة إذا عرفت قيمة الهاتف تصميم الهاتف جمع ما بين لمسات S9 وجي 7 نسخة 2018 من الأمام واجهة بدون أزرار مع إطارات نحيفة من الخلف يميز الهاتف الخطان الهوائيان بالأعلى والأسفل بشكل أنيق وأسفل الكاميرا الخلفية هناك مستشعر بصمة الاختلاف أن نسخة بلس جاءت بأبعاد أكبر الهاتف جاء بتصميم معدني مع واجهة زجاجية وبأبعاد طولية 18.5 إلى 9 طول الهاتف 15 سنتيمترا وعرض 7.1 سنتيمتر وسماكة 7.7 مليمتر ولا معلومات عن الوزن الشاشة مقاسها 5.6 إنش بدقة HD Plus 1480x720 بكثافة 294 بيكسل بالإنش من نوع سوبر أموليد وهذا أمر ممتاز لهاتف من الفئة المتوسطة من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام أندرويد أوريو المعالج أكسينوس 7870 ثماني نواة بتردد 1.6 جيجاهرتز ومرفق بمعالج رسوميات مالي T830 MP2 الرام 3 جيجا بايت وذكر التخزين الداخلية 32 جيجا بايت ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت وهذه الأرقام تضع الهاتف ضمن فئة الهواتف المتوسطة وربما لا تناسب أصحاب الاستخدام المكثف على المدى الطويل الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 مزودة بتقنية التركيز التلقائي مع فلاش والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 ومزودة بفلاش أيضا البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير ولا تدعم ميزة الشحن السريع ويحتوي الهاتف على العديد من الميزات مثل ميزة التعرف على الواجه لفتح الهاتف وميزة Always on Display والتي تعرض واجهة الوقت والتاريخ بدون تشغيل الشاشة لتوفير البطارية كما يدعم الهاتف ميزة الدفع الإلكتروني سامسونج بي والمساعد الشخصي بكسبي سيتوفر بعدة خيارات من الألوان مثل الأسود والذهبي والأزرق ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق العالمية خلال الشهر الحالي ولا أسعار دقيقة عن الهاتف ولكن من المرجح أن يكون سعره بحدود 360 دولار أمريكيا والآن نترككم مع سعر الهاتف بمختلف العملاء ترجمة نانسي قنقر